عودة للسلسلة اللي أنا وأنت منحبها وهي القراءات الشهرية المجمعة تعالي نهاردة أقولك إزاي قريض 23 كتاب في شهرين في الله بينا معرض الكتاب خلص الحمد لله على خير ونجاح وسلام وكسرنا في الدنيا والأعلى مبيعا زي الفل فنرجع لشغلنا المعتاد بقى وشغلنا المعتاد هو السلاسل المتوقفة تقنيئات الكتابة اللي انت طلبتوها كتير هترجع ورايب إن شاء الله وسلسلة القراءات الشهرية هنبدأ عن النهاردة بأن نحن نقفل سنة 2022 بفيديو مجمع لشهر 11 وشهر 12 مع بعض عشان يبقى فضلنا شهر يناير ونبقى ماشيين طبقا للمعدل للمعتاد بتاعنا كل سنة هتلاحز مننا الرصتين اللي قدامك أن خلال شهر 11 أنا قريت 7 كتب بس وخلال شهر 12 أنا قريت 16 كتاب فالفرق الرهيب ده حاصل إزاي بعد نظر أن هنا في كتابين ضخمين جدا ولكن برضو في فرق هنعلم في الفرق ده ليه وإحنا شغالين في القراءات بس تعال أفكرك الأول بالحاجات المعتادة بتاعتنا في فيديو القراءات الشهرية أول حاجة أن احنا هنتكلم بترتيب القراءة يعني أول كتاب هنتكلم عليه في هذا الشهر هو أول كتاب ونقريته وآخر كتاب هو آخر كتاب ونقريته في هذا الشهر تاني حاجة أن معظم الأعمال دي موجودة على موقع وتطبيق خيري فلا عجبك أي كتاب منهم هتنزل في اللينكات الموجودة في الدسكريبشن ومثبتة في أول تعليق تختار الكتاب اللي انت عايزه من إصدارات الموقع بالكامل الغير مقصورة على الكتب بس أي حاجة على الموقع ينطبق عليها الكود بتاعنا وهو الكود خصم يسمح لك بـ 15% على إجمال الأوردر بتاعك غير محدد بعدد مرات شراء معينة أو بكمية معينة من الكتب والمنتجات الثالث حاجة أن معظم الأعمال اللي فيه الفيديو ده سبق أننا اتكلمت عليها في فيديوهات منفصلة بترتيب أكبر وتفاصيل أكتر طبعا بدون حرق وتعال نبدأ عشان الفيديو ده طويل وأنا بقول من دلوقتي فنتكلم على قراءات شهر 11 ونبدأ بأول كتاب خليني أقول إن أول كتاب أنا قريته في شهر 11 هو رواية المسافر صفر لأحمد عبد الفتاح صالح من إصدار ضر وق والحقيقة أنها رواية ضخمة جدا زي ما أنت شايف من القطع الكبير تتجاوز الـ 500 صفحة وقلت على هذه الرواية في مراجعتها إنها أفضل رواية خيال إلمي أنا قريتها في 2022 بالنسبة لي أنا وأنت أنت عارف إن اللقب ده مش بالسهل وبيتقال على أعمال تكاد تقارب الكمال فإيه اللي وصلنا لهذه المرحلة؟ طبعا العمل ده ليه فيديو منفصل اتكلمت عليك على كل التفاصيل اللي أنت عايز تعرفها حساب لك لينك الفيديو ده في الدسكريبشن وفي الكارد من هنا ولكن لو أنت مش عايز تفرج على هذا الفيديو طويل تعال أقول لك على ملخص القصة بدون حرق الأحداث وإيه اللي عجبني في العمل في بداية موفقة جدا غامضة بيتعرض علينا خط درامي سريع لشخصية إحنا مش عارفينها اسمها أحمد ومعها شخصية أنثى بتنادي عليه باسم شريف ما عندوش أي ذكريات عن المكان اللي هو فيه ومش بس كده لأ ده كمان الزمان ده بالنسباله قديم جدا أقرب ما يكون إلى السبعينات والثمينات وهو بنفسه من جوه عرف أنه في عصر متقدم أو من عصر متقدم فبيدور على الموبايل والحياء مش بس سرعة إلقاء القارئ في المشهد هو سر قوته لأ كمان عرضه لوجهة نظر الشخصية المتوترة الضائعة تعبير عنها بأسئلة منظمة مركزة مع مراعاة عناصر الزمان والمكان وده هنركز عليه كويس قوي لأنه هنلعب بيه طول الرواية وإن كنت تفاكر أنك كده تخطفت فهيهاد الحقيقة لأنه أقدم لك بعد كده خط تاني بسرعة برضو في التقديم والسرد والتصوير والفرش فبنروح لأسرة بسيطة طفلين وأمهم وأبوهم اللي هو عبقري البرمجة عنده شركة زكاء صناعي مع زوجته بيقضوا أمسية هادية بيتزا وفيلم كارتون زكريات وحب وطرابط هب دخان فرقعة مقنعين رصاص موت وفي ثواني حرفيا وإن كنت تفاكر أنك كده تخطفت فهيهاد برضو ونقل نطين لخط زمني ثالث في 1915 وما حولها ونلاحظ ونأكد على الاهتمام بعناصر المكان والزمان إضاءة وشوارع وأساس وملابس وتفاصيل نقابل إسماعيل الخزندار واستاذ الرياضيات اللعب قري اللي بتتعرض فيلتو بشكل مفاجئ لهجوم وتتحول إلى مصرح دماء ويبدأ شريف أو أحمد يظهر في أزمنة مختلفة في ثمانينات القرن الماضي ولكن مش بتاعنا اللي احنا عارفينه فهنا السادات عايش وهو مزبزب ومش فهم حاجة وبيدور على مخرج ويظهر برضو في 1911 ولكن واثق وفاهم وعارف الأحداث اللي هاتحصل في الحرب العالمية الأولى اللي كانت نقطة تحول العمل ده بعكس الأعمال الكتيرة اللي اتكلمت على الصفر عبر الزمن ولعبت على الحرب العالمية التانية كنقطة مفصلية في تحول العالم ولو التنقلات الزمنية دي مش كفاية عشان تعايشنا المغامرة والأكشن وإيه اللي بيحصل وإيه اللي حصل وإيه اللي هيكون فاحنا كقراء بنلاقي نفسنا في وسط الصراع ما بين قواتين زمنيتين متضادطين وهم فرسان الزمن والأصليين معركة دائمية لا تبقى ولا تذر بأسلحة وسائل وتقنيات مستقبلية واحد فيهم شعاره نقطة سودة واحد فيهم شعاره ندفة السلج اللي هي عنصر من عناصر الغلاف زي ما قلنا في الأول قوة منهم مؤمنة بتفرع الزمن والتغييرات اللي حصلت وعايزة تحافظ عليها وقوة تانية كل همها انها ترجع لنقطة الصفر النقطة اللي تغيرت فيها كل حاجة ويبقى السؤال اللي هيفضل معاك من أول العمل لآخره مين هو المسافر صفر زي ما قلت لك كده دي أفضل رواية خيال ألمي في عشرين وعشرين قدرت تقدم شخصيات من لحم ودم في حبكة سريعة منطلاحقة عبر أزمنة مختلفة بتجمع ما بين عدة أفكار مختلفة سفر عبر الزمن الأكوان المتوازية سيطرة الألكترونيات الالترنت الرياليتي أو الواقع البديل وي 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 في شكل متماسك ورواية شديدة القوة بعناصر محترمة جدا والمحافظة على عناصر الرواية بالكامل تفعلك مع الشخصيات بتصرفاتها واقتنعك باللي بيحصل لها المحافظة على انتباهك مع ضخامة حجم العمل اللي بيقررها للمرة 1550 صفحة من المتعة كل ده بيقدم لك رواية شبه خالية من العيوب أتمنى من الكاتب أن يفضل محافظ على هذا النوع الأدبية وأنا شخصيا منتظر عمله القادم بشدة ذلك أنه فعلا بينجح في تقديم رواية خالقلمي متماسكة قوية ومش بيسقيك بيها العلم في المعلقة مش بيقولك أن رح تذكرت مرجع فلاني عشان أطلع سطر واحد فأنت لازم تاخد منه خمس ست صفحات مش بيديك محاضرة في التكنولوجيا وفي العوالم وفي الأزمنة لا بيقدم لك في الأول وفي الآخر رواية متماسكة تاني حاجة قارتها أول الدقة سمعتها على تطبيق ستوليتيل هي رواية قصر الشوق للعظيم الراحل نجيب المحفوظ وطبعا دي إعادة قراءة وإعادة سماع من النسخة المجددة الخاصة بدار ديوان بعد ما أخدت حقوق النشر بتاعتها من دار الشروق ففي تعديلات بسيطة ظهرة على النص في حاجات تم حسفها في النسخة الورقية اللي كانت موجودة مع دار الشروق النسخة اللي نزلت مع ديوان هي الأكثر كمالا والنسخة الصوتية اللي موجودة على ستوليتر للوقتي متخدة من نسخة ديوان وبيوضح الكلام ده وانت بتسمع العمل في مقاطع معينة بيتم فيها تغيير صوت الراوي بالإضافة اللي كانت معزوفة قبل كده ولكن برضو عشان أبقى دقيق معاك معظم الإضافات اللي رجعت ما كانتش مؤثرة قوي وما حسدش إنها كانت حتشكل فارق وغدها أو عدمه ولكن احترام نص الراحل ويجب شبه مقدس طبعا الرواية قتلت بحثا واتكلمنا عليها كتير قبل كده وناس كتيرا رجعتها وناس كتيرا اتكلمت عليها هل أنت عايز إن أنا أتكلم عليها ولا لأ؟ بالأخص إن احنا اتكلمنا على الجزء الأول قبل كده فهل نعمل فيديو مثلا مجمع نتكلم فيه على الثلاثية كلها ومدى أهميتها في تاريخ مرحلة وفي تاريخ نجيب محفوظ قولي في التعليقات وأنا بعد الفيديو نقرص هنزل نكمل كلامنا وتعالي نخش على العمل التالي رواية يا نبيع وكلة ترجمة طاري أز في ترجمتها الأولى عن دار يتخيلون ودي عمش هكلم عليها دلوقتي لأن رواية لسه ما صدرتش لحد هذه اللحظة كانت المفروض تنزل في مرض الكتاب ولكن في مشكلة تقنية خاصة بيها هكلم عليها في مراجعة منفصلة للعمل لما يصدر ربق موجود على الأرض الواقع ويوصل لإيدك وده السبب الأول في تقليل عدد الكتب اللي أنا قلتها في هذا الشهر ففي شهر 11 أنا كنت براجع النسخة النهائية من ترجمتي أنا لهذه الرواية وموضوع المراجعة مرهق جدا ومهم جدا زيه زي الترجمة الأصلية في أول مرة لأنه هو اللي بيبقى فيه التعديلات التزبيط قرأتك وإعادة قرأتك وتنقيحك لروح العمل اسم انت نطقته غلط اسم انت كتبته صح اسم انت عايز تعدله وتوحده في الرواية كلها موضوع كبير وطويل ويستحق فيديو منفصل حتى عن ينابيع وكلة نفسها لأن الحقيقة أنا ما أصنطش نفسي كمترجم محترف أنا لسه بجربه دي أول مرة ولكن الموضوع صعب والله يكون في عون المترجمين يا جمال وتعالى نروح للعمل التالي رواية 31 للكاتب أحمد وثمان عن دار إبداع للنشر والتوزيع رواية دي أنا لما رجعتها قلت عليها أفضل رواية بوليسية في 2022 نجحت إنها تخليني أقرها في عدد محدود من الجلسات رغم حجمها اللي برضو أتجاوز الـ 500 صفحة فإزاي قدر الكاتب يخليني أعمل ده طبعا الرواية زي ما أنا قلت الوقتي ليها مراجعة تفصيلية اتكلمت فيها على نقاط القوة الواضحة ومدى قوة أحمد عثمان كمجدد في أدب الجريمة من وجهة نظري ولكن لو مش قادر تشوف الفيديو الطويل ده تعال أقول لك على ملخص القصة بدون حرقة كالعادة وإيه النقاط اللي عجبتني بيبدأ روايتنا من اسم الرواية 31 عشر اللي هو التاريخ المحوري في هذا العمل فبنبدأ 31 عشر الف تسعمية اتنين واربعين باكتشاف غامض حصل في مصر من حاخام يهودي ويتطور الموضوع لجريمة أتل ويظهر لنا شخص غامض يرتدي قناع لبؤة اللي هي زوجة الأسد يعني وبعد كده في 31 عشر سنة 2016 تحصل جريمة أتل لشخص مجهول في حفلة الهالوين ويظهر برضو نفس الشخص الغامض بقناع اللبؤة وبعدين بنشوف جريمة أتل تحتوي على تفاصيل قريبة من الاتنين اللي كان في الأول لرجل هو بطل العمل زي ما احنا اكتشف بعد كده الضابط حلمي مهران ولكن المرة دي البطل بيخش في غيبوبة مش بيموت والغيبوبة بتبقى طويلة الأمد قرابة السنة إلا كام يوم ولكن الغيبوبة دي كانت قوية جدا وغير مبشرة بإفاقة إلى درجة ان البطل ده اللي هو حلمي مهران مهدد بفاصل الأجهزة اللي بتساعده على الإعيشة وبيفوق بالفعل في قفزة وتغيير كامل للأحداث غير متوقعة هنتكلم في مطالب دي قريب إن شاء الله في النقط ويقوم طالب إنه يحل الغاز الكتير دي ويربط ما بين جرائم القتل المتفرقة عبر التاريخ وما بين الميثيولوجية المصرية القديمة مش فهم حاجة؟ الحقيقة ده أحد نقاط قوة هذا العمل بدون تفكير لأنها بتطرح عليك تساؤلات طول الوقت إنت طول ما انت ماشي في العمل إنت بتسأل نفسك أسئلة زي مثلاً ليه حلمي مهران بالذات؟ زي إيه سر قدرات حلمي الغريبة بعد ما بيفوق من الغيبوبة؟ قدرات استنتاجية رهيبة جداً تعرفه على أحداث حصلت أثناء فترة غيبوبته بشكل جر منطقي زي مثلاً مين القاتل اللي بيقدر يمشي في هذا الزمن البعيد من 42 لحد 2016؟ وإيه رابط التواريخ دي بتاريخ مصر القديم؟ وإيه رابط تاريخ مصر القديم بالأحلام اللي كانت بتيجي لحلمي جوه غيبوبته وبره غيبوبته؟ رابط الكلام ده كله بسخمة والقطط مذاكرة فيه تعب فيه مجهود معمول في العمل ولكن الحقيقة إن النهاية مع ترتيب العمل ورسمه والخطوط الضرامية اللي الكاتب محافظ عليها والتفاصيل اللي بيرميها لك من أول العمل لآخره هتجبرك بصراحة شديدة إنك تعيد العمل تاني إن لم تكن من أصحاب الزكرة الحديدية ولكن أنا بقول لك إن فيه متعة تانية في إعادة قراءة العمل أنا برضو مش هقول لك يعني نقريته كله تاني ولكن عدت بعض الأجزاء اللي أنا فاكر أماكنها في العمل اللي بدأت تتكشف في فصول النهاية فلما جيت عدت الحتة اللي في الأول دي الله بقى أنت بتمهد من هنا للحتة دي برافو عليك فكرة إن أنا أقول برافو عليك دي فكرة إن كاتب أصلا يقول لكاتب تاني برافو عليك هو التمثيل اللي أنا هقوله فج شوية ولكنها حقيقة مفيش نقاش هتجيبه يشتغل في حيطة شاقتك ويقول لك الصناعي اللي قبلية كان نقاش شاطر وأنا بقول لك إن أحمد أصمان صناعي شاطر العمل التالي اللي أنا سمعته عطت بستوريتيل هو رواية نسية كريمة سر الحسن كمال من إصدار دار الشروف والحقيقة إن رواية دي حلوة فعلا يا جماعة حلوة بشكل حقيقي حلوة وقوية ومركزة ومشهدية وملحمية في نفس الوقت ولما قريتها وقريت العمل التاني اللي أنا قريته لنفس الكاتب وهو رواية الأسياد كنت في حيرة شديدة إن لازم وحدة فيهم تبقى في تأفيل السنة كوحدة من أفضل عشر روايات في 20-22 بالنسبة لي ولكن أنا ملت شوية للأسياد عشان كان فيها رمزية عالية وجزء فلسفي مهم لكن الرواة دي ما فيهاش القسم الفلسفي وإن كان فيها رمزية مهمة بقى دي أنا مش هتكلم عليها عشان أنا مصر إن ننفصل لها فيديو لوحدها لأنها تستحق واخر عمل أنا قريته في 20-22 شهر 11 هو رواية أصفار مريم المحرمة للكاتب طارق عز في عمله الروائي الأول وللدقة طبعا مش هاي النسخة اللي أنا قريتها فيه هذا الشهر بل المراجعة النهائية للشكل النهائي للعمل طبعا العمل كان منتهي من فترة قبليها وعملته أدرافت أول وتاني وتالت وسابع عد زي ما انت عايز الجزء النقد اللي جوايا عالي جدا وكان مسيطر علي لحد آخر دقيقة وطول الوقت كنت بعدل في هذه الرواية ولكن النسخة النهائية لهذا العمل خلصت في شهر 11 طبعا أنا فخور بهذه الرواية جدا لأنها بنتي البكرية حطت فيها كل مجهودي وكل اللي أنا تعلمته في تقنيات الكتابة وكل الإراية اللي أنا قررتها في حياتي كل الحصيل اللغوية اللي أنا اتعلمتها كل التقنيات الأدبية اللي ممكن تتحط مع بعض وأنا شايف أن أنا عملت فيها تجديد في البناء الضرامي محدش شافه قبل كده وده بشهادة أساتذة عظام أروه هذه الرواية وهي درافت ولكن ده لا يمنع أن الرواية لا تخلو من العيوب وفيها مشاكل وحيختلف تقبل المشاكل والعيوب دي من قارق لقارق البعض هيشوفها ميزة البعض هيشوفها عيد البعض هيشوف الاستعراض اللغوي اللي فيها ده ألاطة من الكاتب على القارق والبعض هيشوف أنه هو إمكانيات أدبية عالية البعض هيشوف التجديد في البناء الضرامي ده حلو جدا وحاجة تقدمية في الأدب والبعض هيشوفه مربك للغاية فده موضوع نسبي ويختلف من قارق لقارق طبعا هذه الرواية لها مراجعة تفصيلي على قناة كوكب الكتب بقولك فيها ملخص للقصة بدون حرق ومميزات الرواية وعيوب الرواية ولكن لو مش قادر تشوف هذا الفيديو الطويل فتعالي أقولك ملخص القصة وإيه النقاط اللي عجبين بنبدأ أحداث روايتنا بفتاة وقفة فوق قلعة قايد باي يوم 31 ديسمبر راس السنة مسكة في إيديها لفافة مجموعة من القماشات ملفوفة حوالين جسم طفل رضية في جو عاصف شديد القوة أمطار رعد برق وعوامل طبيعة غير مواتية على الإطلاق بتقف على الصور بتبص للبحر وترمي نفسها هي والطفل الرضية من فوق القلعة وهي بتقول سامحني يا صغيري لقد تخلى الله عنها ونقف بعد هذا المشهد الافتتاحي العظيم جدا ونبدأ نحكي أحداث الرواية بالكامل في لاش باك مش حياة الفتاة دي ولا حياة الطفل الرضيع بل بنبدأ من أبوها وأمها بنلاقي نفسنا في مكان وهو مدينة الأسكندرية وبالتحديد مصرح معظم أحداث الرواية وهي منطقة المكس قرية الصيادين المهمشين بنتعرف على شخصية كبيرة عن الواقع فوق الخيال اسمها نور ستة كبيرة في السن بتعرف كل حاجة عن كل حد لسانها صليط الناس كلها بتخاف منها بتاخد شخص بيجي يخش المدينة دي من إيده وتعبر بيه طرعة المحمودية عشان يروحوا لبيت معين هيحصل فيه حادثة ولادة دلوقتي الستة دي بتشتغل قابلة أو ولادة بتساعد الستات على الولادة في البيوت الشخص الغامض اللي احنا ساحبينه من إيده ده ما بيتكلمش دلوقتي ولكن بنعرف على لسان نور إن الرجل ده مهتم بالولادة دي بالتحديد عايز يعرف إزاي هتحصل ومين الطفل اللي هي برغم استغراب نور ولكنها بتساعده إنه يشوف الولادة عن طريق إنه يقف برى البيت المهدم ده ويشوف من ثقب في الحيطة الولادة وبعدين بنتنقل نخش جوه الغرفة دي ونشوف لحظة الميلاد اللي بتتولد فيها مريم البطلة الرئيسية اللي بتدور حواليها أحداث روايتنا ونبدأ نتنقل زمانيا ما بين أكتر من توقيت نشوف أم مريم دي ومعاناتها في محاولة تربية نفسها أو الصرف على نفسها أثناء فترة الحمل لأن أبو مريم ساب البيت وسافر عشان يعمل هجرة غير شرعية لإيطاليا عشان يقدر يصرف على نفسه وعلى البيت وعلى الطفل اللي قادم ونعرف إزاي الأب ده سافر ومحاولاته للعبور عبر هذا البحر وتجربة مريرة من التيه جوه الماء المالح وتحصل أحداث كتيرة ينتج عنها إن مريم الطفلة الصغيرة دي تنتقل للمعيشة مع الست العجوزة نور بسبب خروج الأب والأم من مصاري الأحداث بطريقة غريبة لكل واحد فيهم وتجبر الفتاة في كنف الست العجوزة تربيها وتحافظ على المسافة اللي ما بينهم يحصل حادثة غريبة تتعرض للتحرش تهرب تتعرض للاختصاب تهرب تشوف اقتحام خناءة دم قتل تجار مخدرات وتجار دين زائف حد يجي ينقذها وبعدين يغضر بيها واللي يجي ينقذها من اللي غضر بيها يغضر هو كمان بيها مين اللي بيحرق كل الناس دي ومصير مريم وطفلها الرضيع برضو إيه كل دي أسئلة متجاوب عليها بشكل شافي وكافي ووافي من أول الرواية لحد آخرها وأوشيت بشدة بفصول النهائي وننتقل دلوقتي للكلام على قراءات شهر 12 اللي كانت كثيفة جدا لأن أنا كنت خلصت بقى الشور اللي ورايا خلصت الدرافت الأخير لأصفر مريم المحرمة وخلصت المراجعة النهائية لترجمة يا نبيع وكلة ورائق للإراية بقى وكان فيها حصريات كتير وكانت البداية الموفقة لهذا الشهر هي رواية الكاتبة الشابة سماهاني الجديدة عتمة نهار من إصدار دار إبهار للنشر والتوزيع رواية كويسة جدا سماهاني بتقدم فيها نفسها لقارئ مختلف وجمهور مختلف والحقيقة أن الرواية عجبتني والحاجات اللي علاقت عليها كانت قليلة وليها طبعا مراجعة حصرية على قناة كوكب الكتب لو عايز تشوفها سألت لك نجل تقعه في الديسكريبشن وفي الكارد من فوق ولكن لو مش متحمس تتفرج على فيديو طويل جدا زي ده تعال أقول لك ملخص القصة بدون حرق الأحداث وإيه عجبتني بنبدأ قصتنا بشخص إحنا مش عارفين هو مين بيتكلم على لسان نفسه بيحكي قصته إنه هو دلوقتي محجوز أو محبوس في مكان مجهول وبعدين بيعرفنا على نفسه ركز في كلمة بيعرفنا إحنا بنعرف إنه هو اسمه نجم الدين وإنه هو شغال قناص وإن كان ده مش غريب فخليني أقول لك إنه هو نفسه بيقولك إنه هو أعمى عمى جزئي فأنت دي أود صدمة هتخد على وشك يعني إيه قناص واعمى إحنا هنستهبلي وبيقوم معرفنا إن حبيبته مخطوفة وهو عايز ينقذها زود معي في التعجب قناص وعمى وعايز ينقذ واحدة وعشان نجيب آخر ترمومتر العجب للآخر بقى بيقولك أنا عايزك أنت كقارئ ركز في الكلام تساعدني في إنقاذ الست دي طيب إزاي عن طريق إن أنا أشوف بعنيك حلو لحد هنا؟ حلو جدا ويبدأ يخش معاك العمل في علاقة تفاعلية بينك أنت وبين الكاتب اللي هو نجم الدين اللي بيحكي على لسانه بألم سمى الكاتبة ده جو أحداث الرواية إنت فاهم كده إحنا فيه كم طبقة في الموضوع ونخش بقى في علاقات ما بين شخصيات غريبة جدا راجل غني مليونير عايش في روسيا بيعمل حفلات غريبة للأثرياء وبيعمل فيها تصرفات مريبة ودموية ونروح لشخصيات ما لهاش علاقة ببعض واحدة بترسم تتهاد بتقدر تعرف منها مستقبل الناس راجل غني جدا بيطلب من القناص إن هو يقتل ابنه وخطوط درامية دخلة في بعض وبتبدأ تتكشف لنا واحدة في واحدة لحد ما نوصل للنهاية وتفاصيل وسرعات طب إيه اللي خلى الراجل يطلب إن القناص يقتل ابنه من المليونير اللي عايش في روسيا إيه اللي ودانا روسيا أصلا وإحنا في مصر ولا في روسيا إعلاقة اللي بتحمل تتو بالقناص بسين بساط بعين الخلاصة إن للمرة التانية سامهاني تثبت إنها كاتبة محترفة ومختلفة وبتلعب مع فئات مختلفة من القراء قدمت قبل كده عمل صعب تقيل زي القصصات يخاطب قرق محترف مخضرم أو لجنة جواز والمراضي بتقدم عمل أخف صالح للقارق أصغر في السن عايز حاجة أهدى ولكنها مش تجارية أو ضعيفة المستوى الأدبي قدمته في صورة عمل ممتاز هنا ومش هنا واقعي ومش واقعي بلغة خوية متماسكة شعرية بتعبيرات جذلة وفكرة صعبة وتنفيذ جيد وإخراج احترافي اتقفلت حلو واتفتحت حلو وإن كنت أنا كطارق أفضلها في الأعمال الأكثر تعقيدا تاني وتالت ورابع مركز في هذا الشهر قرطهم وراء بعض هي الأعداد التلاتة الأولى من سلسلة حلمي مهران للكاتب أحمد عثمان ابن آوى والشك وبعد الأربعين السلسلة دي هي سلسلة منبثقة من رواية 31 عشر اللي لسه متكلمين عليها من شوية بتتناول حلمي مهران والعالم بتاعه بعد ما خلصنا رواية 31 عشر في أحداث لاحقة بتكمل مغامرات حلمي بس مش حلمي لوحده حلمي وكل الشخصيات اللي معاه بمعنى إنها امتداد للعالم مش استفادة من نجاح حلمي طبعا أنا عملت فيديو مجمع راجعت فيه الثلاث نوفلات دول مع بعض لو عايز شوف الفيديو هسلم لك اللينك بتاعه في الدسكريبشن وفي القارض من هنا لو مش عايز تروح تفرج عليه هقول لك ملخص القصة بسرعة للتلاتة واقول لك إيه اللي عجبني فيه في الكتاب الأول ابن آوة بنبدأ بالقاتل المتسلسل برضو زي بداية 31 عشرة بيعمل جريمة وبيبعث لغز لحلم مهرم بالتحديد كتحدي زكاء يعني مسمي نفسه ابن آوة اللي هو أنوبس في الميثيولوجية المصرية وده برضو بيرجعنا ل31 عشرة بتأثر الكاتب بالتاريخ الكيميتي المصري القديم بيقتل ضحايا بالشن على الميزان والريشة في تمثيل قوي جدا برضو له علاقة بالميثيولوجية المصرية والمحاكمة القديمة وده بيخلينا عايشين في نفس الجو الممتع المتناغم اللي خارج من عالم 31 عشرة ونفضل مع مجموعة من الجرائم المتتالية في العدد الأول عشان نوصل لحل مين القاتل وليه بيعمل كده وإيه سر تحدي لحلمي بالتحديد في الكتاب الثاني الشك بنبدأ برضو بجريمة قتل نقلب على نوع آخر من الجريمة أو الأدب البوليسي وهو طراز منفع لها أنا بحب النوع ده قوي بقى يا جماعة بنشوف جريمة قتل بيحقق فيها الزابط هشام صديق حلمي مهران وبيتم توجيه أصابع الاتهام لمجموعة من الشخصيات واحد منهم بيلجأ للمحامي حلمي مهران عشان يساعده أو يهرب عن طريقه احنا مش فاهمين ويا ترى القاتل اللي موجود في العدد ده بيقلد ابن آوة اللي موجود في العدد اللي فات ولا هو هو ولا واحد جديد ونتحول لنوع مثالي ودقيق ونموذجي لهذا النوع من منفع لها مجموعة من التحقيقات مع المشتبه فيهم ممتازة بتبين دوافع الشخصيات كل واحد فيهم عنده مبرراته وخلفيته التاريخية ودافع حقيقي أو مصطنع أو مدفوع لارتكاب جريمة القاتل كل شخصية فيهم صالحة تماما انها تكون القاتل وطول ما انت ماشي وبعترف ان احمد عثمان اقنعني ان ده هو القاتل وداني المبررات السليمة وخلاني اقول اهو القاتل قدامي اهو وبعدين لا ده مش حقيقي يروح لواحد تاني ويمشي معاه في التحقيقات ويقنعني برضه لحد ما وصل لدرجة الايهام أو الايمان ان هو ده المجرم ونفضل ماشيين كده لحد ما نوصل لنهاية غير متوقع على الاطلاق وبعترف برضه انا شربتها بمنتهى الصراحة ونروح للكتاب التالت ناخد فكرة عنه والمرة دي تخيير جلد شامل وكامل ووافي المرة دي مفيش جريمة قتلة هنبدأ بيها مفيش حل الغاز صريح ولا حتى ما نفعلها بل بنروح للعكس تماما شياطين وسحر حد ملبوس والتعامل معاه من منظور الطب الشرعي والموتى والتعامل من منظور الجراح وجهة نظر كل شخصية في التعامل مع الحدث الخوارقي بخلفيتها هي التاريخية والقسس اللي هو تربى عليها ونشأ عليها وده عامل جانب حلو جدا من الصراع في العدد ده بالتحديد العدد ده فيه مزدين الحقيقة مختلفين عن الباقي كل عدد ليه ميزة مختلفة خلي بالك ولكن العدد ده فيه اتنين الاولى هي الاندماج في عالم احمد عثمان السينمائي والتانية هي دمج الفيلم الخاص بالسيناريست احمد عثمان اللي هو الكاتب برضه جوا السلسلة وربط الكتاب بالسلسلة مع بعض عشان يخشوا برضه جوا العالم لان الكتاب ده بالكامل قائم على احداث فيلم قبل الاربئين اللي صدر فيه اشرين واحد وعشرين للكاتب كاسيناريست وكان بطولة بسمة وإهاب نافع وهلا فاخر وبيدور فيه عالم من الرعب النفسي وصدمت ما بعد الوفاة الكاتب بقى معامل ايه؟ قام جايب الفيلم ومدخله جوا السلسلة ومخلي حلم مهران يلعب دور معانا جوا الاحداث العمل التالي هو كوميكس ليلة فتاة الفضاء للكاتب عمران كاشواني وبعديها يوميات خريج ريادي لنفس الكاتب ودول ليهم فيديو مجمع هما الاثنين مع العمل التالت لنفس الكاتب مغامرات الفتاة نوح روايات لليافعين عن دار ابهار هسيب لك اللينك التاعه في الديسكريبشن وفي الكارد من هنا ولكن الفتاة نوح هنقارتها في يناير لو انت مش قادر روح تفرج عديدات تعال ادي لك ملخص لكل واحدة فيهم بسرعة وإيه نقاط اللي عجبتني فيها قصة بسيطة ايمة على شخصية ليلى وامها على متن مركبة فضائية وإحنا بنتكلم من خلال شخصية ليلى اللي بنعرف ان بقالها سبع سنين على المركبة الفضائية وما شافتش كوكبها الام اللي هو كوكب الارض والسبع سنين ده هو عمر ليلى نفسها بنلاحظ مع بدايات العمل وجود جفاء غريب ما بين ليلى وامها وانشغال الام عن الفتاة الصغيرة وبالتالي تعلق الفتاة بالروبوتس وباللعب بتاعتها بتتطور معانا القصة ويحصل صدام ما بين الطفلة والام والطفلة مش فهمة ليه امها بتعملها بالطريقة دي وبنعرف في فلاش باكات سريعة ان الاب مش موجود بسبب حاجة مش عايز احرقها بنلاقي كوكب غريب المركب بتنزل عليه بنعمل جولة استكشافية بيخش معانا كائن فضائي والاحداث بتتطور بسرعة وبرغم ان العمل موجه لفئة عمرية صغيرة الا ان هو ما اغفلش الجانب النفسي للام وافتقاضها للزوج وقيامها بالدورين مع بعض الطفلة وصدمتها في امها انشغالها باللعب وبعدها عن الهلاقات الانسانية والحميمية البشرية ومحاولتها الاستكشاف والتعلق باي كائن حي كرد فعل عن الجفاء اللي قلنا عليه وبرغم صغر حجم العمل اللي حقيقة غريب للغاية ولكن الموضوع فيه اثارة فيه غموض مميز وفيه جرعة لطيفة من الاكشن عجبني جدا ان الكاتب قدر ينزل بلغته عشان يتكلم مع الفئة العمرية اللي موجه اليها العمل والتاني اللي انا قريطه اللي هكلمك عنه دلوقتي بسرعة هو يوميات خارج رياضي من اول صفحة في هذا العمل بلا ادنى مبالغة في ابداع حقيقي قدرت اشوف منه قدرات الكاتب اللغوية شديدة الجودة المتأثرة بالقصص القرآني قدرت اشوف معاناة البطل وازمته النفسية شعوره بالصراع واسقاط الصراع ده على الطبيعة اللي حواليه وعالخواء اللي هو ماشي فيه اللي هو في الحقيقة جوا نفسه وبرضه في اول صفحة قدرت اعرف انه هو خريج جديد وعاطل عن العمل وبل قدرت كمان اعرف انه هو في بلد خليجي واللي ساعد على تعزيز الكلام ده كله هو استخدام منظور الشخص الاول ان الكاتب بيتكلم على لسان البطل نفسه وده كان موفق بشدة في نقل مشاعر البطل من اول صفحة فالكلام ده بمجرد ما مشيت صفحات صغيرة في العمل لقيت نفسي مكان عامر بطل الرواية لان اللي هو بيحكيه ده انا وكل جيلي اتعرضوه كلنا اتعرضنا لما يسمى بالبطلة المقنعة اتعرضنا لضغط من الاهل عشان نشتغل لمجرد اننا نشتغل اتعرضنا بالتحديد لضغط من الام في هذا الموضوع اتعرضنا لصراع ما بين التخصص اللي انا كنت ناجح فيه وحبيته وما بين متطلباته العمل اللي مش محتاجه التخصص ده وقد ايه بيتشابه الشباب في الوطن العربي كله فها هو البطل وصاحبه بيعمله كل اللي بيعمله الشباب المصري اختيار خاطئ للتخصص لون من الاهل التخرج عاطل عن العمل قاعد على القهوة يشتغل اي حاجة ولا يطور مهاراته يعند ويدور على شغل بمؤهله ولا يسيب كله ويتجه للعمل الحر ولا يشتغل على نفسه دورات تدريبية وتعلم لغة ولو عمل كل ده حيجيب الفلوس منين ودوامة لا تنتهي العمل التالي رواية شاري لابينا شخص نعرفه عن دار الكرمة رواية بونيسية مميزة جدا الحقيقة تنتمي لطراز منفع لها ولكن بتجديد مهم جدا طبعا رواية دي لها مراجعة تفصيلية على قناة كوكب الكتب بسيلك لانك انتع في الدسكريبشن وفي الكارد من هنا ولكن ممكن اقولك دلوقتي ملخص القصة بدون حرق الاحداث وايه النقاط اللي عجبين بنبدأ في فصل بداية عظيم للغاية في صفحة ونص بالظبط بينجح ان هو يشد انتباهي وعجبني جدا وهو تقريبا الفصل الوحيد اللي محكي من منظور الشخص الاول بنشوف فيه القاتل وهو بيقتل واحدة ودي جريمة القتل اللي في الرواية ومحور احداثها كلها بعدها بنعرف اننا جو مدينة في مقاطعة هادئة في نيورك حي مغلق على سكانه اللي من طبقه رأيه نسبيا ولبتحصل فيه جريمة قتل اماندا تيرس احد السكان الموجودين في هذا المكان البوليس بيحقق في الجريمة وتتمحر شقوق حول تلات رجال من جرانها وكل ما نخش في صلب التحقيق تتكشف لنا خبايا وقضارات علاقات الشخصيات المتشبكة الملعبكة ده لان اماندا كانت موصومة بكثافة العلاقات الجنسية غير الشرعية خارج اطار الجواز مع كل راجل في الرواية تقريبا الا المحاقط يعني وفي كل مرة حنقرب من القاتل ونبدأ ان نكتشف حاجات في تفاصيله عشان نعرف ان هو القاتل بشكل منطقي حنلاقي ان كل ده غلط وكالعادة القاتل هو اخر المشتبه فيهم ولكن هو ده محور الرواية الرئيسي لان محور الرواية الرئيسي هو الجيران اللي انت فاكر انك تعرفهم لانك بتشوف مراهق بيتسلل المنازل ويكشف الخبايا والاسرار من كمبيوترات الناس اللي عايشين فيه فبنفس التوقيت بتعرف مين المراهق ده وليه هو اكتشف حاجة مهمة واكتشف ايه وتبدأ الشائعات تنتشر في هذا الحي الهادئ وتبدأ كل الناس يشوقوا في بعض مين اللي قتل ومين المراهق ومين اهله الخلاصة انها رواية جميلة بالاخص لمحبي النوع ده من ادب الجريمة فكرة جيدة ومميزة وجديدة لتناول تيمة من فعلها عبر كشف القاتل بالاعترافات الانسانية والعلاقات المتشبكة مش بتحقيقات الشرطة العمل التالي رواية دموع الالهة للكاتب يحيى عبدالقادر عن دار ابهار في اول حصرية كانت تصدر لنا في معرض الكتاب عشرين تلاتة وعشرين قبل المعرض بشهر كامل رواية فانتازيا ملحمية مظلمة جديدة الجودة لم اقرأ مثلها بالعربية انا ممكن اقولك دلوقتي في مرخص للقصة والنقاط اللي عجبتني ولكن طبعا ممكن برضو تروح تتفرج على الفيديو بتاعها وتستمتع بمراجعة تفصيلية لكل النقاط اللي فيها ستبعك لينك الفيديو في الدسكريبشن وفي الكارد من هنا بنبدأ بالعهد الاول من عالم الرواية مجموعة من الحروب الشرسة بين مجموعة من الممالك كل مملكة تعبد اله وبتحارب مع الاله بتاعها الكافرين بملت هذا الاله في مخالفة صريحة لأوامر كبار الالهة بعدم التدخل في حياة البشر ونتيجة للمدابح الجماعية دي بيتدخل مجلس الالهة لحل المشكلة بإفناء العالم اللي احنا فيه دلوقتي اللي هو المرحلة الاولى أو العهد الاول وإعادة خلق العالم كله من جديد مع وضع قوانين منظمة عشان ما يتكررش هذا الامر من جديد وعشان يحصل تعادل أو يحصل توازن في كافة الميزان بيعمل توازن ما بين الملوك دي عن طريق اهدأهم هدية من قبل الالهة وهي دموع الالهة ودي بتديهم قدرات خاصة زي التحكم في الجاذبية للملك برايد والملك الاصت بتقدر تغير شكلها وغيرها 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 على أساس ان ده يحقق التوازن ما بين القوة ما يبقاش فيه واحد أكبر من الثاني أو أقوى من الثاني وما تتكررش المسبحة ونبدأ نتعرف بشكل تدريجي على شخصيات العمل بالتوالي فنقابل دانتي الفارس العربيد اللي بنتعرفها لي بسرعة شكله وصفته ونفصل له مأزق على مقاسه وهو تعرض مملكته لهجوم من جيش الملك خالق الأوهام ونقوم قطعين في مشهد عالي الجودة شديد القوة والأكشن والإثارة ونعمل كليف هنجر لطيف ونروح لشخصية تانية وهي شخصية الطفلة ميجا فتا بسيطة ما عندهاش أي تصور للمستقبل تتعامل مع الحياة ببساطة وبسهولة فجأة برضو بيحصل الهجوم على المكان اللي هي فيه من مخلوقات بركانية وتحاول أمها تهربها بطريقة لايئة جدا على العالم ونقطع برضو في كليف هنجر يخلينا متشعلقين عشان نروح لخط تاني أو شخصية تالتة وهي طفل اسمه كيم مشرد ينتمي إلى ما يسمى بقرد الشوارع في مملكة جرأس يراقب فارس أعمى اسمه فارس ونلاحظ هنا اختلاف الشخصيات وتنوعها وإمكانيتها زي ما حنتكلم كمان شوية ولكن من وهارة الشخصية الطفلة دي في التسلل والفضول بيوصل لمقابلة ملك هذا المكان اللي بيعجب بيه ويحتفظ بيه في أصله ويظهر لنا اتباعا شخصيات ورا شخصيات ونلاقي نفسنا بنخشف شخصية ونقف عند منطقة عالية جدا ونروح للشخصية اللي بعديها وحرفيا برضو نلاقي نفسنا الشخصيات دي جوه حروب ملحمية متعددة الشخصيات المحولية ويبقى مركز كل الصراعات اللي احنا اتكلمنا فيها دي والحروب المستمرة حتى بعد إفناء العالم هي نبوءة قديمة ظهرت في أول الكتاب هل هتأثر على مصير العالم في صورته الحالية؟ والسؤال الأهم ايه هو دور دموع الآلهة في إنقاذ العالم أو إفناءه مرة تانية؟ زي ما قلنا يا رواية فانتازيا من نوع النادر ما قاردش زيها بالشكل ده باللغة العربية قبل كده محكمة للغاية معقدة بل شديدة التعقيد والتركيب موجهة لقارئ محترف بل شديد الاحتراف وأقرب إلى المخضرة موجهة لقارئ محترف هذا النوع من الفانتازيا وحتى لو بيحب الفانتازيا الأوبرن مثلا أو اللو فانتازي ما تجليش من عالم هاري بوتر أو من أرض زيكولا وتقولي دي فانتازيا ودي فانتازيا وأنا جاي أقرأ معاك هنا هقولك لا دي مش روايتك ومش هتعجبك فهنا رواية تقيلة عايزة تفرغ وتركيز متكاملة العناصر بناء العالم فيها هو أفضل ما فيها ومن أفضل ما قرأت وينافس المنتج الغربي وتعقدها هو سر قوتها بتتقدم لك بنهاية قوية صادمة ملائمة لهذا النوع من الدارك فانتازيا أشيد بشدة بخيال الكاتب وتنظيمه واهتمامه بتفاصيل عالم الرواية والأهم لاهتمام بخلفية عالم الرواية العمل التالي كوانتانابو نبوة الليلة المقدسة محمد فؤاد المصري عمدار إبهار وطبعا برضو لها مراجعة حصرية على قناة كوكب كتب بقولك فيها إزاي الكاتب متأثر بالفانتازيا الغربية ولكن أقدمها بصورة جيدة مع بعض الملاحظات اللي لو تصلحت هتقدم لنا جزء تاني مميز من العمل ده لأن الكاتب موهب فعلا سيب لك أنت مراجعة في الديسكريبشن وفي الكارد من هنا ولو مش عايز أنا ممكن أقول لك ملخص سريع للأحداث وإيه النقاط اللي كان عندي عليها تعليم كاهن شاب بيحلم بنبوة في ليلة مقدسة أفع سوداء رياح عاتية خيل أبيض يحترق صوت الأمواج تحطم الصخور قوارب مشتعلة سماء ممترة ثم نادى في الأفق صوت صوت غير بشري كان الصوت شديدا ولكن من الجنوب سوف يبزغ ومن بين الرماد سوف يبعث الراقد بين الأسود سوف يخضع له الشرق والغرب وستسود كلمته الوهود وده كان نصها ومن المعروف في عالم هذه الرواية إن أي نبوة في الليلة دي بالتحديد بتبقى نفحة من الآلهة بنتعرف بصرعة على مجموعة متعددة من الممالك الصراع الرئيسي اللي قايم في كل مملكة على أحقية الولاية والحكم من كل مملكة من الممالك الخمسة بيتم إرسال محارب واحد بيتجمعوا كل عشر سنين في الليلة المقدسة عشان يواجهوا الخطر القادم من الشمال اللي حصل زمان الخوف الرعب مستحضر الأرواح إله الجحيم اللي بيحكم في الوحوش ويتحكم في المزقوبين وأكلت اللحوش ويتجمع فريق خاص عشان يقوم بهذا الكويست أو المهمة شديدة الصعوبة في رحلة غارقة في الأهوال والصراعات والوحوش والانتصارات والمعارك والانكسارات ونحاول نجاوب على السؤال الرئيسي هل الخطر القادم حيتحقق فعلا؟ هل هيرجع بالفعل؟ هل النبوءة حتتجسد على أرض الواقع؟ وإيه دور أبطالنا في هذا الموضوع؟ الكاتب موهوب بشكل صريح عنده مهبة قوية واضحة زعيقة لا شك فيها بيحب الفانتازيا جدا 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 وبيكتف لهو بيحبه وده مهم جدا يا جماعة عنده فكرة صريحة واضحة في دماغه عالم مختمر متكامل الأركان رسم خطوطه وعلاقاته وترتيبه كويس جدا لا من معتقداته وأديانه وخلفية شخصياته وممالكه التاريخية والدينية كويس عمل صراعات ودسائس ومكائد مهمة ولازمة لجعل العالم ملحمي متجدد متأثر بشدة بعوالم تولكن وجورج أر مارتن وده مشروع واتكلمنا فيه أكتر من مرة ولكن المشكلة في طريقة التعبير عنه يحتاج بشدة لدراسة التقنيات الرواية والبناء الدرامي وبالتحديد التفرقة والتوازن ما بين الحوار والسرد والوصف واحدة من اكتشافات هذا الموسم خمر وحليب صرب مثمر وحقيقة جرداء أحمد منصور الشربيني عن دار إبهار في مراجعة حصرية على قناة كوكب الكتب الحقيقة أنا مبهرت بهذه الرواية من أول سطرها مش من أول صفحتها عايز تعرف ليه؟ ستلك لينك المراجعة في الديسكريبشن وفي القرد من هنا ولكن أنا ممكن أقول لك دلوقتي ليه ده حصل؟ بنبدأ بقيصر رجل تقه في الصحراء لا يملك عتاد ولا زاد وماء وليل بيقابل خيمة فيها راجل عجوز وبنته بيرتح له بيرشده لموطنه الأصلي بعد ما يقعده ويتعرف عليه بدون ما يعرف ماضيه ولما بيسأل على السبب ليه هو بيساعده كده بدون أي مبرر بيقوله إنه شبه واحد صاحبه أو كأنه قريب ليه وبيساعده يقوي يسمع حكايته بيخش ينام وبنلاحظ على مدار الرواية إن كل مرة بينام فيها بيحلم بأحلام مختلفة أولها سياف بيقطع راس راجل على وشه شامع في النومة التالية بيكمل الحلم وهكذا نركز في التفصيلة دي عشان مهمة في خلفية البطل وحبكة الرواية وبشكل عام الأحلام هنا مركزية ومحركة للأحداث على الأقل من ناحية البطل بيروح مدينة سالمة اللي هي موطن الراجل العجوز وبتمشي أموره بسلاسة بيدخل فيها يشتغل يتعرف عن ناس موسيقى طرب يشتغل في حانة يتعرف على شخصيات مهمة ومحورية ومركزية ومكتوبة كويس زي ما حنتكلم كمان شوية الفاتنة نيروز الغامض صديق اللي بيساعده في ضربة واحدة إنه يبقى مطرب القصر الملكي بدون إبداء أسباب للمساعدة المجانية دي وفجأة بيلاقي نفسه وسط دهاليز وتصرفات وصراعات السلطة في هذه المدينة أميرة وأمير في صراع على الأفضلية وأسبقية الحكم صراع ما بين الخليفة أو الأمير المنتظر الأفضل في ترتيب القيادة ينازعه في السلطة وزيره صاحب الخبرة والحنكة والتاني لا يملك إلا الشرعية قوانين بتتكتب عشان تتكسر جواري ومظلومين سجن وكل ده بيغوص فيه شخصية قيصر أكتر وكل ما يغوص أكتر ينسى أصله أكتر هذه الرواية هي لغة عربية تمشي على قدمين لغة عربية محتوطة ما بين غلفين رواية صبت في قالب من حكاية ممتعة نجحت قوة اللغة وتماسكها في تمويع بطء بداية الأحداث وهدوء الحبكة وجسدت تمكن الكاتب وتجلت في وصف ورسم الأماكن والأشخاص بأفضل ما يكون مع نهاية دسمة مميزة بخلفية من كيمت ومصر القديمة يوليوس قيصر وصرعات هيلة تأخر كشفها للأسف ولكن كانت أفلة ممتازة بتصارع عالي مميز مليء بالانقلابات والمفاجآت وشخصيات اتكتبت وتعرفنا عليها بسرعة وتعلقنا بيها بعد اختفاقها وشخصيات تانية حكاياتها مختلفة عن اللي اتحكت في الأول وبتطلع شخصيات تانية أصلا فالحقيقة إن النهاية كمان من عناصر قوة هذا العمل العمل التالي رواه الترمذي أدهم العبودي عن دار المصري دي ملهاش مراجعة تفصيلية على قناة كوكب الكتب أو مش مفصولة في فيديو الواحد ولكن هنالعمل لها مني مراجعة جوه أفضل عشر روايات لسنة 2022 تعال أقول لك ليه هي فازت بالمنصب ده من اللوحة الأولى كده لما تقرأ اسم العمل وتشوف اللي مكتوب على الغلاف حتى تخيل إن انت بتقرأ عمل عن سيرة الترمذي شخصيته نشأته الصعوبات اللي عدى بيها عشان يجمع الحديث الشريف ولكن الحقيقة تهم العبودي بيخدعك ولكن بيكشف خدعته بدري بدري من أوائل صفحات الرواية فبيقدم لك فترة حارجة بل شديدة الحساسية والقوة من حياة المسلمين وصراع الخلافة والسلطة في عصر هارول الرشيد بلغة أكتر من رائعة فارقة ويمكن من أحلى الأعمال اللي قريض فيها لغة عربية في الفترة الأخيرة بيتناول العبودي من 208 هجرياً ل279 في فصول من التاريخ الحي الحقيقي وغير الحقيقي فحنلاقي شخصيات حقيقية أنت عرفها زي الترميذي وشخصيات ملهاش وجود من خيال المؤلف زي جعفر مثلاً حنلاقي الصراع على السلطة ما بين المأمون والمعتصم بالله العباس وصراع الخلافة المناطق الشائكة في الحديث على الجواري والغلمان إشكالية خلق القرآن وتعذيب الإمام ابن حنبل برغم متعة العمل بالكامل اللي إن فيه فصول هتوجعك وهتلمسك وهتحبها قوي زي فصل المنظرة بتاع الإمام ابن حنبل الفصل ده خارج من أدب نادر جداً اسمه أدب المناظرات في سرد متوازي بين إلنا أدهم العبوري في رواية في قمة المتعة الحسية بصرية وسمعية مقتطفات من حياة الترميذي والخلافة العباسية في سرد ممتع بمصطلحات متلائمة بشدة مع الفترة تراعي عناصر الزمان والمكان وهم العناصر الأساسية في أي رواية تاريخية احتفظ فيها بالحد الفاصل ما بين المعلومة وما بين المتعة في القراءة لا تخلو من المشاهد الموجعة من التعذيب وخاصي الغلمان وبرغم قوة اللغة زي ما بقولك إنه إن لم يتعمد الاستعراض على القارئ بل استعمل مراضفات العصر وحط تحت الكلمة دي 30 خط وصدقني برغم الصدمات اللي حتشوفها في هذه الرواية والوجع اللي هتشوفه إلا إنك تذكر إن الكلام ده حقائق مثبتة بالمراجع والمصادر اللي ذكر العبودي في آخر الكتاب بعض منها وأنا شخصيا كنت قريت حاجات منها قبل كده وبأكد إن الكلام ده موجود في المصادر فنصحتي لك لو أنت متعصب ما تقرأش العمل ده أما لو دون ذلك فصدقني هتاخد متعة مقترة العمل التالي انتروبوفاجيا هيسموسة في مراجعة حصرية على قناة كوكب الكتب رواية رعب تاريخية كلمة صعبة وغريبة تفسرها في مراجع رواية في الدسكروبشن وفي الكارد من هنا ولكن برضو أنا ممكن أقولك تفسرها دلوقتي ضبع داخل مكان مهجور في بيت عايش فيه راجل وسد أصابهم الهزال من قلة الأكل بينقض على رضيعهم مش بيقدروا يقوموا يلحقوا من الوهن والضعف معركة قتل موت في سبيل غريزة البقاء بس يا معلم أنا أعدت معاك يلا بينا نكمل بقى الحدودة فبيبدأ هيسم برسم وتعبير دقيق جدا بل هو رسم وتصوير حقيقي لعصر المستنصر بالله الفاطمي في أحداث ما قبل الشدة المستنصرية الأسواق والبيع والشراء والصراع اللي بدأ ما بين طواقف الجيش التخبط في حكم الدولة ما بين المستنصر وأمه العبيد والخصيان بيوت الأمار والسكارة واحتكار التجارة لحد ما بنبدأ نقابل شخصية قوية مجسمة صلبة في مشهد قاتم أكشن خناءات ونخش بعدها في ومضة دي هنتكلم عليها كمان شوية برضه بعدين نعرف من خلال الومضة دي ولادة الشخصية دي اللي هو غرير اللي تولد طفل أشيب شكله طفل رضيع ولكنه أبيض الشعر وتسبب تطير الناس منه لأنه نذير شؤون وده هيأثر عليه في القصة زي ما هنتكلم كمان شوية بنتعرف على ناشئته المجرمة وصداقته ببيجاد الطيب اللي عايز يقيش ويربي اخواته ويحمي أبوه في زمن المجاعة بنشوف معاهم بالتوازي عبد الرازق المتسول المتلون وزوجته الحامل اللي مش لاقي يأكلها والتنقل ما بين كل دول مع تزايد جرعات الجوع اللي بتوصل إلى مراحل من الهول الحرف هيثم قدر يقدم لنا وجبة متوازنة العناصر مفيش حاجة على حساب حاجة مع المحافظة على نقاط قوته السابقة من تصوير ومشهدية عالية ومذكرة وبحث شديد الدقة للموضوع اللي هو حابب يتكلم فيه عشان يقدم لنا مثال يحتذا بيه للكاتب اللي بيشتغل على نفسه كل ده تجسد على هيئة الاستعانة بشخصيات وأحداث ووقاء حقيقية وتولفها في شكل درامي متماسك البنية بدون الإخلال بأي من العناصر الرئيسية لحبكة روائية سليمة تزايد وطيرة الأحداث مميز جدا متوازن مع سرعة الرواية وتزايد درجات الجوع والوباء والطعون لحد ما بيفضي لنهاية مميزة للغاية متناسبة مع واقع الرواية وأحداثها التاريخية ومنطقية وأي نهاية تانية كاتحة بأغير سليمة وكرتونية للغاية رواية الفتى الفهد أسطورة جوهرة الملك أحمد عبد القادر في مراجعة حصرية عن دار إبهار إزاي رواية فانتازيا كويسة جدا 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 يظلمها اسمها؟ تعالي أجاوب لك على السؤال ده في ملخص فصة والنقاط اللي عجبتني في الرواية لو مش قادرت واحد تتفرج على فيديو المراجعة التفصيلي بنبدأ روايتنا بأميرة نائمة لا تستيقظ أبوها الملك بيبذل الغالي والنفيس ولو فيه رقيص هيبذله برضو عشان يقومها من الغايبوبة السحرية دي استعان بقى طباء بسحرة مفيش فايتة لحد ما سحرة عجوز بتقوله نبوء وبالفعل يظهر لنا البطل فاقد الزاكرة على شاطئه ويباع كعبد طور الأحداث بسرعة وبالفعل هيقتل الضبع ينتبه لقوته سيده اللي اشتراه فيقرر أنه يدخله في حاجة زي الدورات الأولمبية كده عملها الملك عشان يطبق فيها شروط النبوءة واللي ينجح أنه يعدي الاختبارات اللي بتقولها النبوءة يبقى هو المنتصر اللي حيحرر بنته ومن هناك قد تتوقع مصاري الأحداث ولكن عشان الكاتب يكسر توقعك المرتقب للأحداث ده فالبطل يهرب يختار التمرد ونخش في مطارداته ومغامراته ورحلة للبطل على عدة محاور رحلة للبطل بيستكشف فيها نفسه وماهيته ودوره في العالم ده كله وهل الأحداث هي اللي حتحركه ولا هو اللي حيحركها والسؤال الأهم هل حتتحقق نبوءة العرافة ولا لا رواية فانتازيا ملحمية شدات الجودة شدت انتباهي من أول العمل لآخر العمل رغم ضخمته لتتجاوز الخمسمائة صفحة متكاملة العناصر الروائية بناء جيد للعالم بناء جيد جدا للشخصيات وبناء ممتاز لشخصية البطل وأوشيد بتطورها على مدار الكتاب في عالم فانتازي واسع غارق في الاحتمالات اللامحدودة مغامرات كائنات خارقة سحر سفر تنقل التواءات في الحبكة مميزة جدا بخلفية تاريخية للعالم وبأحداث محكمة للغاية مع صراعات مميزة للممالك ومطامع للملك للأسف اسمها ظلمها وغير تصنفها وعمل انطباع انها موجهة لفئة عمرية أصغر وبقى لزاما عليك عشان تندمج أو تفكر تشتريها انك تمسكها وتقرأ أولها واحدة برضو من اكتشافات هذا الموسم رواية نابق الرسول محمد عادل عبد الجواد عن دور إبهار في مراجعة حصرية على قناة كوكب الكتب أنا شايف ان رغم حجم هذه الرواية الصغيرة الا انها رواية صعبة فعلا ليه صعبة؟ تعال اقولك في ملخص القصة وايه النقاط اللي عجبتني لو مش قادر تروح تتراجع على فيديو المراجعة الطويل نسبيا من قبل ما تبدأ القراءة في هذه الرواية بتبقى عارف ان انت داخل على رواية تاريخية أو على الاقل بتدور في حقبة تاريخية بنلاقي مقدمة مخطوطة كاتبها اسمه عبد المسيح بن اليحمد الغساني الأزدي بيقول فيها انه هيحكي لنا سيرة كاهن الأولين والآخرين وسيد العارفين والسالكين الربيع بن ربيع بن مسعود بن ذئب الغساني الأزدي المعروف عند العرب وأهل بيزنطة وأهل ساسان باسم سطيح الكاهن وأن الأحداث بتدور فيما قبل 621 ميلادية في عصر الغساسنة الموالين للدولة البيزنطية نبدأ نقرأ أحداث العمل على لسان قدة شخصيات كل واحد فيهم بيحكي الوجه أو النسخة بتاعته من الحكاية أو الجزء بتاعه من الحدودة وهي مولد الطفل المريض المصاب بتشوه ربيع بياخدوا أبوه وأمه للعرض على طريفة العرافة الشهيرة اللي هي على فكرة ذكرت في أكثر من كتاب وأنا شخصيا قرأت منهم قبل كده بتقول لهم طريفة إن ده هيبقى صاحب شأن عظيم والأباطرة والملوك حيطلبوا وده ونقم نطين نطل قدام سبع سنين نشوف الربيع عبارة عن جسم رخو بدون عضلات أو عضل وعقل تايه في ملكوت الرب وهنا يبدأ يظهر لنا أول تنبؤاته اللي تتحقق وينقص بيها عشرات الأنفس وقافلها كاملة ومنهم كمان أبوه وهو فيرتفع سهمه ويعلى شأنه بين الناس والنط نطات كبيرة لقدام تتغير فيها النفوس والأصوات اللي بتحكي لنا الحدودة كلها بتركز على تطور شخصية الربيع وكرماته انقلابات وتغيرات مغامرات وهروب ومطاردات أفرح وحب وجواز ومعارك رواية تاريخية زي ما بيقول الكتاب أحداث ومعايشة ولغة وتصوير وشخصيات ما يغرقش حجمها الصغير فهي صعبة قوية دسمة جذلة اللغة تستعين بتعبيرات قرآنية ولغة تراثية هيلة غير صالحة لقارئ أقل من 18 سنة لا لمشاهد جنس بل لقوة وتركيز ودقة المحتوى لا تصلح لقراءة خفيفة أو تكاوي بل معمولة لمعايشة حقيقية وانت بتشرب قهوة العصاري وبرغم كل الكلام ده تم تطعمها بشكل محسوب ومحسوس ببعض العناصر اللطيفة من الأكشن والمطاردات والمغامرات وجرع لا يستهان بها من الخيال كنت أفضل انها تطول أكتر من كده ومش هتبقى مملة كان ممكن نخش في تفاصيل أكتر عن حياة الربيع خلفية أكتر لطريفة والتطور اللي حصل لها حوادس تانية ونلتقط المزيد من ضرر التراث واندخلها جوه الحبكة بتاعتنا وكانت تحتمل ولكن ده ما بيقولش ان العمل نقصه حاجة فالعمل متكامل ولكنه الطمع البشري في المزيد من المتعة إعادة قراءة لمجموعة الغرفة 207 تأليف العراب الراحل أحمد خالد توفيق من إصدار دار كان للنشر والتوزيع إعادة القراءة دي كانت تتزامن مع إعادة مشاهدة لحلقات المسلسل المقتبس من هذا العمل طبعا في أكتر من فيديو لهذا الكتاب فيديو للمقارنة بين أول أربع حلقات والمسلسل فيديو لانطباع عام عن المسلسل وتفسير لرمزيات الرواية ومراجعة منفصلة لغرفة 207 فطبعا الكلام عنها هيبقى كتير جدا وكبير جدا وأكبر مما يحتمله هذا الفيديو الطويل بالكالل ولكن حسب لك لينك التلات حلقات في الديسكريبشن وفي الكارد من فوق وآخر حاجة نقرتها في هذا الشهر وهي للدقة إعادة قراءة للنسخة المترجمة من النار والدم Fire and Blood إصدار داركان للنشر والتوزيع من ترجمة فريق درغام عن كتابة جورج أر مارتن ومراجعة وتحرير أدبي للعظيم هشام فهمي ده برضو في أكتر من فيديو لهذا العمل الفيديو الأول بتكلم فيه على المقارنة ما بين الكتاب الأصلي والمسلسل المقتبس منه House of the Dragon أو بيت آل التنين والفيديو الثاني مراجعة لهذا الكتاب أو للدقة مراجعة للنسخة العربية المترجمة منه أسيب لك لينكات الفيديوهات دي في التسكريبشن وفي كارد من فوق ولكن ممكن أقول لك ملخص للكتاب وإيه النقاط اللي لازم تنتبه لها وإنت بتقرأه الجغولاف بارز كده شكل التنين ده بارز عليه حلو جدا بماتيريال نظيف الورق بماتيريال حلو جدا الحقيقة أنا مستغرب إن الكتاب ألف صفحة ب350 جنيه مع الارتفاع الرهيب في أسعار الورق اللي تكلمنا عليه أكتر من مرة هتلاحظ الاهتمام بالفهارس معمولة كويس جدا هتلاحظ الاهتمام بالصور اللي جوه متاخدة بالزبط بنفس المقاييس والإنتاج اللي موجود في النسخة الإنجليزية اللي عندي هحاول أوريلك صور من الاتنين محتويات الكتاب هو بيتكلم على صعود عائلة أتارجيريان 300 سنة قبل أول صفحة في الكتاب الأول من لعبة العرش أورية الجليد والنار من أول إيجون وهو وإخواته لما جم إلى عالم وسترس وبداية الفتح واحتلالهم للقارة كلها الكتاب في آخره في ملحق أنا شايف إن هو مهم جدا وضروري جدا بسبب تعقد هذه العائلة إن في أسماء متكررة فأنت هتلاقي إيجون الأول وإيجون التاني وهتلاقي فيزيرز الأول وفيزيرز هتلاقي زيطة في الأسماء يعني فالموضوع مهم جدا فعمل لك حاجة اسمها الأنساب وشجرة العائلة بترتبها بالسنين بدأ إمتى مسك إمتى مات إمتى وهو إيه وساطرين عنه الكتاب كان فيه مشكلة إيه هي مشكلة إن فريق درغام ده فريق كبير مكتوب أسماء هم جوا وواحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة سبع أشخاص بيترجموا الموضوع ومش محترفين فكل واحد فيهم ترجموا بطريقتهم دور هشان فهمي في وجهة نظري أنا الشخصية إنه خلى كل الكلام ده مية واحدة دخل كل الكلام ده على بعض وخليهم شكل واحد أو اسلوب واحد أو تكنيك واحد وخلى متناسب مع ترجمات وهو لعالم قريط الجديد والنار طيب الكتاب بقى عبارة عن إيه الكتاب مش رواية دي مش رواية يا جماعة دي مش رواية بتحكي أحداث لها علاقة بعالم أغنية الجديد والنار لا دي أحداث سابقة بدايات عائلة ترجيريان ووصلها لهذه القارة واحتلالها للقارة لحد ما نوصل نقطة فاصلة لأن الاتنين دول مع بعض يمثلوا كتاب واحد اللي هو فاير أند بلود وفيه كتاب تاني لسه جورج ما كتبوش بيكمل بقى لحد ما يوصل لآخر حاجة اللي هو الملك المجنون الكتاب ده بيمثل حاجة اسمها التاريخ الزائف وده فرع فيه عالم الفانتازيا بيحكي اللور أو الخلفية التاريخية فالموضوع مش روائي لأ أنت هتلاقي في الأول جزء وقسم كبير من أن الراجل دخل هنا وركب التنين راح المدينة دي احتلها وحرقها ودخل في المدينة دي عمل مش عارف معاهدة صلح مع مين أنت عارف أصول العائلات دي وسمعت عنها شزارات كده ونقاط متفرقة في أغنية الجليد والنار أو في المسلسل المقتبس ولكن مش سرد روائي بقى مفيش حدوتة روائية في حدوتة روائية فين؟ آه فيه في مناطق معينة زي مثلا أبناء التنين الصراع اللي حصل من بعد ما إيجون مات والصراع ما بين الأخ الأصغر والأكبر والفصول الممهدة اللي بدأ منها مسلسل هاوس أوفزا دراجل دي كان فيها كونفليكت وصراع حلو جدا ومكتوب هنا كويس جدا وطبعا الحرب الأهلية اللي هي دي تقريبا أحلى حاجة في الكتاب الصراحة وهي حلوة جدا وبتبدأ تقريبا من أواخر الكتاب الأول لأوائل الكتاب التاني نفس بقى اللي ظهر في المسلسل ولكن الأصل الكتابي بتاعه والأصل المكتوب الرواقي بتاعه معمول بشكل لطيف جدا وشيك جدا عشان يتحول للصورة دي لأن الصراعات فيه والقتال الكلامي مش هنا ليه؟ لأن احنا زي ما قلنا بنتكلم على هيئة كتاب تاريخ فيه مايستر اللي هو المؤرخ بيحكي لنا الأحداث بيقول لنا ده كتاب أنا بيحكي لكم فيه الأحداث بترتيب تاريخي زي مثلا الحملة الفرنسية على مصر دخلت الحملة الفرنسية في وقت كذا حصل كذا 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 ونتائج الحملة الفرنسية كذا 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 وخرجت في وقت كذا كذا آه فيه طبعا تقنيات جورج أر مارتن والانقلابات بقى ومين ضرب مين ومين عمل في ايه مين وبتكون لطيف بتاع مارتن ده ولكن في الأول وفي الآخر هو مش روحي والهنا أكون وصلت لنهاية هذا الفيديو المجمع لقراءات شهر 11 و 12 المجيدة عدد كبير من القراءات في أعمال أدبية مختلفة التوجهات والأنواع ما بين الفنتازيا والبوليسي والخيال الإلمي والتاريخي والرعب والفلسفة والواقعية السحرية والاجتماعية الأعمال الأصلية اللي بالعربية والكوميكس والترجمات ودي بقى انت قاريتكم كتاب في شهر 11 و شهر 12 ايه اللي عجبك فيهم وايه اللي ما عجبكش وليه في التعليقات نتكلم مع بعضهم نستفيد ذلك نعسى على التعليقات ورشاعتهم ومراجعات بتطلع مجتمعك وقابل كتب يعني انت منسى اشترك في القناة وتفعل زر الجرس دعني لايك وتشاهر هذا الفيديو اما بقى لا عايزة وشبايا لقارئ اللي جوباك وتختار كتابك اللي جاي صح فحيظهر قدامك عشر دلوقتي سلسلة حصاد 222 الشهرية بمشي معاك فيها شهر بشهر اقول لك كل كتاب قاريته فيها ملخص عنه وايه اللي عجبني وايه اللي ما عجبنيش راح تفرج عليها اشوفك هناك سلام